السورة دايماً مقسومة نصين نص بيعبر عن الحياة اللي بنحاول نهرب منها والنص التاني بيعبر عن الحياة اللي نفسنا نروح له وهو ده اللي حاصل هنا في قرية الغريرة بمركز إسنا محافظة لقصر النص الأول من السورة كان بيض ويسود بيعبر عن بيوت غير قدمية بس دلوقتي السورة بقت بالألوان أو بمعنى صح بقت الحياة اللي استحقها كل الناس اللي عايشة هنا ازاك حتى ممضوح؟ الله يخليك يا باشا الله عزيزي تمام ممضوح انت بقلك قد إيه هنا؟ من زمان من مدة طباطنا كده وجدودني يعني من زمان كده البيوت دي من قبل بس يعني قبل الهدد والبنيان ده من زمان كانوا يعني الناس اللي حاوزينها كده عيشاش يعني يعني كم سنة تقريباً؟ يعني من حوالي 100 سنة آه أنا عمري عند الوقت 50 بس برضا اللي جاب لي يعني أبويا وجددي كانوا بنفس الظروف القديمة؟ نفس الظروف؟ آه نفس لا نفس الظروفه أسوأ يمكن كانت أولادي ما استحملوش العيشة هنا راجبت تسعة عيال التسعة كبر وفيهم ما استحملوش العيشة هنا علشان البيوت؟ علشان البيت كان وحش طب احكي لها البيت؟ نزل اتراب ونزل دبس علينا ومش كبه ما كانتش بيوت يعني إحنا كأننا في الصحراء قاعدين أو حاجة زي كده يعني يدوبك حاجات كده شوية طب لبني كده وشوية بوس كده محوقين بها المياب وبنام تحتيها وبنام قعد تحتيها عايشين تحتيها كده شكل اليوم لما يسمع التلفزيون لما قلونا فيه عواصف فيه أنطار أها هو الخوف ده والرعب كان يوقع ده يعني كان يوقع قلوبنا ده فيها دي بواحد كان يعني يخاف كده ما ينامش يقعد لغاية ما تشتغل العواصف كده وتشتغل الأنطار الواحد يأخذ الأسرة بتاعته يعني فيه جامع يتضارة بيهم ايه الصعوبات اللي كنت بتواجيها في البيت القديم انت كأم وكست مع أولادك كنا بغنظة ما نعرفش الحشرات والحاجات الوحشة كانت تيجي علينا وكنا اللي تلسعوا العجرب كان يتلات لتوموت ده بس احنا في الأول يعني كانت حياة عدم والله والله تعبين من شجة وغبار من شجة وطراب من شجة والدنيا داحكة من شجة ما تعرفش حتة تنام والله أول ما شفت العربيات ابتدت تخش عشان تهد البيوت القديمة كان إحساسك إيه؟ فروحنا فروحنا واتبساطنا أول ما نزلت الحفارات والكركات واللواضر وسندوها كده جنبينا كده في مكان واسح هنا يعني وجاوبوا المجولين وجاوبوا المهندزين وجيسوا بالشرطان وبدأنا أنت صحرة هتهد البيوت دي قال لا والله رح ندوها طب جاء خلقت ابننا وإحنا وإحنا قالوا أنت بس تخلونا المكان ومنكم مش دعوة وخلينا المكان بقى كانت الفرحة والزغريت والله إحنا ده قبل ما يبنوا في الهدد أيوة ده كان لسه الدنيا بتتهد إحنا في الهدد وفرحلة آه ده قبل البنيان ده وقبل الهنة ده قلنا هو ده الواقع يبقى هو إحنا رح نعيش في الواقع ده ومش في الخيانة كان عيد أحلم العيد بالله اليوم كان عيد البيت القديم كنا نخش الأكل كان يوقع له اضطراب وحاجة ما لاكلش منه والحمد لله ده ركيتي بناكل أكل نظيف وربنا يوسع علينا وعليكم أنا لما كان بياجي عنده ضيف كنت بتكسف ما دخله الحمام والله لكن دلوقتي استقبل عارف مين لا استقبل أي رجل أعمال استقبله في بيت دلوقتي وبكل فخر كمان وبكل نزاهة دلوقتي بتقفل الباب؟ لا في أمان ده الأمن والأمان هو ده يعني بتكفل بابك وتنام يعني لا خايف من دبيب ولا خايف من زئاب ولا خايف من أي حاجة الحمد لله بتكفل بابك وعايش كأنك عايش في مارينة أجمل حاجة ممكن تقدمها لحد هو إنه ينام تطمن ويكون مرتاح هي دي نعمة الستر وهو ده اللي حصل مع أربعة واربعين أسرة ضمن مشروع إعمار بيوت الخير بقوا يقفلوا بابهم عليهم كل يوم ويناموا وهم مبسطين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر